اشتركوا في القناة واخدنا مثال ازاي نعمل ايصال استلام نقدية لجميع الموظفين بالشركة. طيب في حلقة النهاردة هنتعلم برضو ازاي نربط بين بس هناخد مثال جديد معنا ازاي نعمل شهادات تفوق او شهادات تقدير لجميع الطلبة اللي موجودين في المدرسة بدغطة زر واحدة. بحيث ان كل شهادة تطلع باسم طالب من الطلبة الموجودين والتقديرات بتاعتهم تظهر معنا. بنفس طريقة الربط بين الاكسل والورد اللي خدناها في الحلقة اللي فاتت بس هنشوف النهاردة ازاي نعمل شهادة التفوق ديت وازاي نربطها بملف الاكسل اللي موجود عندنا. في البداية بس حابب افكركم يا ريت ما تبخلوش علييا لايك للفيديو واللي بيشوفني الاول مرة يعمل اشتراك في القناة. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه? في البداية هنيجي نفتح آآ ورقة هنيجي نفتح ملف جديد كده بالشكل دوت. وهنختار هنا ملف فارغ. هتظهر معنا بالشكل دوت. طيب انا دلوقتي قبل ما بتدي اشتغل على الورد عايز اجهز آآ نموذج من الشهادة اللي انا هشتغل عليها. فهنجيبها ازاي? بنيجي نخش على جوجل كروم. وابتدي اكتب كده شهادة تقدير او شكر وتقدير فارغة. وابتدي اختار اي صورة من الصور اللي هتظهر معاك في الجوجل كروم ديت. طيب بعد ما بتاخدها وتحملها على الديسك توب عندك. خلاص بنيجي بقى هنا على ملف الورد. هنا الورقة الورد معمولة بالطول. انا عايزها تبقى بالعرض. هنعملها بالعرض ازاي? بنيجي هنا على قيمة لاي اوت. بعد كده بنيجي هنا على الوريونتشن. هنختار لاند اسكيب. بالشكل دو. بعد كده عايز بقى استدعي الصورة اللي انا حملتها. هنيجي هنا من انسيرت. وهبتدي هنا بكتشار. وهندوس هنا زيز ديفايز. هتبتدي تفتح الكمبيوتر عندك. بتشوف انت حاطة الصورة فين? انا شايلها مسلا على الديسك توب. فهبتدي استدعيها. هي الصورة هي. بعد كده هنعملها انسيرت. هتظهر معنا بالشكل دول. في حاجتين مهمين لازم نعملهم في الصورة دي. اول حاجة انت الصورة اول ما بتنزل بتظهر معها كده. الخصائص بتاعتها. بندوس عليها ضغطة كده. هتظهر معنا اختيارات هنا. اول اللي بحاجة بنختارها اللي هي الطايت. عشان تبقى متحررة معنا. اقدر احركها في اي حتة انا عايزها. تاني حاجة بنضغط عليها. واخليها تبقى خلف الكتابة. هنخليها هنا بالشكل دو. طيب. بعد كده بعمل ليه? عايز اعمل هنا اطار للصفحة ديت. بنيجي هنا على الديزاين. وبعد كده بنخش هنا على البيج بوردر. وابتدي اختار شكل من الاشكال اللي هتظهر معنا هنا. انا اختار مثلا اي شكل. نختار الشكل. اختار مثلا الشكل دوت. وندوس اوكي. هتظهر معنا بالشكل ده. ابتدي بقى احدد الصورة كده. ازبطها على اد البوردر اللي عندي. بالشكل ده كده. بيبقى انا كده عملت. الشهادة على اد الصفحة اللي عندي بالزبط. يبقى ده شكل الشهادة. طيب هنعمل ايه? وازاي بقى نجيب اسماء. طب هنيجي على اول حاجة هنا هندوس هنا انسيرت. وهاجي هنا على التكست بوكس. هنفتح السهم دوت. وهاجي هنا اختار درو تكست بوكس. تحت هنا هنلاقي كلمة درو تكست بوكس. هنضغط عليها دغطة. بعد كده هبتدي احدد المكان اللي هكتب فيه. هحدده بالشكل دوت. بعد كده هكتب هنا. احنا عندنا هنا شهادة شكر وتقدير هنكتب هنا للطالب. واخد كده شرطة ميلة. وبعد كده هخليها تيجي اتجاه اليمين. من بالشكل دوت. بعد كده بادوس كده على الحدود بتاع التكست اللي عندي دوت. وابتدي ازبط في الفونت. هنخليه بولت. واخلي مثلا الفونت بتاعه نختار نوع الخط. هنختار مثلا اندوليسي. او ممكن اختار اي شكل تاني انت عايزه. نختار مثلا الخط دوت. وابتدي اقبر الفونت. بالشكل ده. طيب. على دلوقتي مش عايز اللون الابيض اللي في التكست بوكس دوت يظهر. هنعمل هي? هاجه اقف كده على التكست بوكس دوت. وهنجي هنا على الشيب فورماتينج. خلي لاحظوا معي لو انا وقفت على الصورة نفسها هتزهر تابة هنا بيكتشار فورمات. لكن لو وقفت على التكست بوكس هتزهر تاب جديدة اسمها شيب فورمات. طيب هندوس هنا على الشيب فورمات وهنيجي هنا على الشيب فل. هنفتح السهم دوت وهنعمل نو فل. بالشكل دوت. يبقى كده التكست بتاعي خد نفس اللون بتاع الشهادة. طيب لو انا مش عايز الخط دوت تظهر معي باجه اقف احدده برضو كده. وبنيجي هنا على الشيب فورمات. ونيجي هنا على الشيب اوتلاين. وبردو نختار نوع اوتلاين فهتزهر معانا بالشكل دوت. طيب دلوقتي احنا عملنا هنا اول حاجة عندنا الطالب. بعد كده هاخد دي كده كوبي او ادوس من الكيب وورد على كنترول. وابتدي اسحب التكست بوكس دوت. الاول بدوس عليه. بالشكل ده كده. ونحدده هنا كده. طيب. وهنيجي نكتب هنا. احنا قلنا هنا ايه? شهادة شكر وتأكد دير للطالب فلوان الفلاني. ايه بقى عشان ايه? هنقول هنا لتفوقه. لتفوقه. في مادة. هنقول مسلا اللغة العربية. وحصوله. على درجة. ونعمل نقطتين فنبعد. ونسيب الدرجة دلوقتي. طيب لو انا عايز اغير نوع الخط دوت. بنيجي نحدده كده. ونيجي عليهم. ونختار مسلا. بالشكل دوت. ونقبرها كده شوية. طيب. بعد كده بايجي هنا برضو باخد كوبي من التكست بوكس دوت. ونحطه هنا كده بالشكل دوت. وهنيجي هنا نمسح دي كده. وهنقول هنا. مدرس. المادة. هنقول مسلا هنا. استاذ. احمد حسن. ممكن بقى نصغر الفونتي هنا شوية. نخليه مسلا ستة وعشرين. ونصغر بقى التكست بوكس دوت. على عد الكتابة. هنا اخدها كوبي. ونعمل لها باست. وننزلها تحت. هنقول هنا. مدير. المدرسة. ونبتدي نكتب اسمه. هنقول مسلا هنا. استاذ. ابراهيم السيد. لو الكتابة نزلت تحت ممكن نوسع بقى التكست بوكس شوية. لحد ما الاسم يظهر معنا. هتبقى موجودة معنا بالشكل دوت. طيب ازاي بقى نربط الشهادة ديت بملف الاكسل اللي موجودة عندنا. ازاي نستخدم الاسماء ديت بالدرجات بتاعتهم. ونحطها في الشهادة دي. زي ما عملنا المرة اللي فاتت هنيجي كده نقف على الطالب. وبعد كده هنخش هنا على الميلنج. بعد كده هنخش هنا على سيليكت. وابتدي اختار. وابتدي احدد ملف الاكسل اللي فيه البيانات. انا شايله على دسكتوب. والملف كان اسمه. ربط الاكسل بالورد. بعد كده هندوس اوبن. كده احنا ربطناها. وظهر معنا ايه. اه الملف الاكسل دوت فيه شيتين. فهنحدد الشيت اللي فيه البيانات اللي احنا عايزينها. اللي هو الشيت رقم واحد. بعد كده هندوس اوكي. كده خلاص هو ايه? ملف الورد اللي عندنا ديت. بقى مرتبط بملف الاكسل. ازاي بقى نستدعي الاسماح? هنيجي هنا برضه من قائمة ميلنج. هندوس هنا على انسيرت ميرج. هنختار هنا اسم الطالب. هيزعر معنا بالشكل دوت. وبعد كده انا عايز الدرجة. هنوقف هنا. وندوس هنا انسيرت ميرج. ونختار التأدير. طيب التأدير كده نزل تحت ممكن نعمل ايه? ممكن نقبرها شوية كده. بحيس ان هي تظهر هنا زي ما انتم شايفين كده. طيب لو انا عايز اعرض الشهادة دي بس. فهنيجي هنا اه اه هتبقى تظهر معنا بالشكل دوت. اول شهادة عندي هي احمد محمد علي احمد. شهادة شكر وتقدير للطالب احمد محمد علي احمد لتفوقه في مادة اللغة العربية. وهصوله على درجة ممتاز. ودرس المادة احمد حسن مدير المدرسة ابراهيم السعيد. طب لو لايت الاسم المسر دي الفونت بتاعه بتاعه شوية عايز تقبره. ممكن نقف كده على التكست بوكس بتاع الطلبة ديت. ونيجي نقبر كده الفونت شوية. بالشكل ده. طب بعد كده نخش على الميلينج. ونعمل كده عرض لليسم. فهتظهر معنا بالشكل دو. طب لو انا بقى عايز بقى اطبق الاسماء كلها على الشهادة ديت. هنعملها ازاي? بنيجي هنا على وندوس على اول اختيار هتظهر معنا كده. هنا هيقول انت عايز تطبع جميع الاسماء يتعملهم شهادات. ولا عايز الاسم اللي انت هتوقف عليه بس. ولا عايز تحدد مثلا الشهادة من رقم كزا لرقم كزا. فاحنا هنقول هنا اقول بعد كده هندوس اوكيه. فهتظهر معنا جميع الاسماء اللي موجودة في ملف الاكسل. هتظهر معنا في الشهادة زي ما انتم شايفين كده. اول حاجة عندي هنا الطالب احمد محمد علي. بعد كده لو نزلت تحت هنلاقي سامح محمد ابراهيم جاي جدا. وبعد كده شوية السيد علي. ممتاز. بعد كده فوزي اقرم جيد جدا. وهتلاقي بقى لو فضلت انزل كده. لغاية اخر واحد. فاتن محمد محمود. ممتاز. يبقى احنا كده قدامنا نعمل شهادات للطلبة. بطريقة سهلة جدا وبسيطة. وعن طريق الربط بين الاكسل والورد. هو ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. اتمنى تكون الحلقة النهاردة استفدتم منها. ياريت ما تبخلوش علي بلايك للفيديو. واللي بيشوفني ده وما بيعمل اشتراك في القناة. وانتظروني في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.